موسيقى بتعاون مع مصالح الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط تمكنت عناصر الامن الوطني من اجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة تتكون من ثلاثة اطنان ومائتين وخمسة وخمسين كيلو جراما من صفائح مخدر الشيرع بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني اوضح ان عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق اسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات مخبأة بعناية داخل مقطورة شاحنة النقل الدولي للبضائع كانت تنقل شحنة من الاسماك هذه العملية كانت في اطار المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق التي تقوم بها العناصر الامنية والتي اسفرت عن ضبط هذه الشحنة التي كانت مخبأة باتقان داخل شاحنة النقل الدولي للبضائع وكانت رفقة شحنة للسمك وكانت استعد للمغادرة افتجاه عبر رحلة بحرية افتجاه احد الموانع الاوروبية سائق الشاحنة تم توقيفه والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي تجري فرقة الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة المختصة وتندرج هذه العملية الامنية في سياق المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للامن الوطني لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات ترجمة نانسي قنقر